حديث السوشال ميديا، العملات الصفرية، العملات اللي ممكن تعطيك 100 ضعف أو 100 اكس راح أخلي هذا الفيديو سريع ولطيف هل فعلاً في عملات رقمية ممكن تعطيك 100 ضعف أو 100 اكس؟ نعم هل من السهل أنك تلاقي هذه العملات؟ أبداً مو من السهل أنك تلاقي هذه العملات هذا الموضوع يأخذ الكثير من الوقت، أيام، وساعات من البحث وأيضاً في أحيان أخرى يأخذ الكثير من الأموال والفلوس للوصول إلى أدوات معينة للبحث بشكل دقيق وعميق في هذا الأمر رأس المال بكل بساطة بما أن رأس مال العملة جداً صغير هذا يعطيها مساحة كبيرة للنمو لكن هذا المشكلة سلاح ذو حد دي صغر رأس المال للمشروع صح أنه يعطيه مساحة كبيرة للنمو لكن في نفس الوقت تشكل خطورة جداً عالية وكبيرة لأنه تعتبر شركة ناشية ممكن تختفي ممكن تفلس وأيضاً ممكن تطلع عملية نصب احتيال وليست مشروع فعلي وتروح فيها كل فلوسك فلذلك إذا أنت النوع من المستثمين اللي يبحث عن الأمان اترك هذه العملات في حالها حاول تركز على البيتكوين واليثيريوم والعملات الكبيرة لكن بسبب الطلب العالي على هذا النوع من المشاريع حبيت تتكلم في اليوم راح أعطيك الطريقة اللي تقدر تبحث فيها عن هذه العملات وفي النهاية راح أعطيك أمثلة على هذه العملات عندنا خمس خطوات علشان تقدر تلاقي هذه العملات الصفرية واللي ممكن تضاعف إلى 100 اكس أو ممكن تختفي وتسير مشروع فاشل وتخصى فيها كل فلوسك أنا أقول لك هذا كلام لأنه من الواجب علي أن أوضح لك الجانب الإيجابي والجانب السلبي وما أقدم ليست نصيحة وإنما وجهة نظرة وقرارك على مسؤوليتك الشخصية ببحن وخسارة الخطوة رقم واحد لازم تبحث عن مجال في العملات الرقمية أنت شغل فيه أنت مهتم فيه في ناس مهتمة في الذكاء الاصطناعي في ناس مهتمة في الألعاب وما إلى ذلك لنفترض مثلا أنا مهتم في Beer World Assets وهي مجال أو نوع من العملات الرقمية مهتم بالأصول الفعلية في العالم الحقيقي يعني عملات الرقمية أو مشاريع لها أصول خارج العالم الرقمي عقارات بونت أصول ملموسة وغيرها فتتجه لكوين ماركت كاب بعد ذلك تروح لكاتوكري ثم راح تلاقي لكوين ماركت كاب منقسم لك العملات الرقمية بناء على الكاتوكري أو بناء على النوع الخاص فيها خلينا نتكلم مثلا عن هذه الكاتوكري اللي هي Reveal World Assets Token حنلاقي على رأس هذه القائمة Avalanche أو AVAX وChain Link وغيرها من العملات الرقمية المتعددة الخطوة الثانية تروح تبحث عن عملة رقمية رأس مالها ما هو متوسط ولا هو صغير ولازم تعرف أنه فيه خيط رفيع جدا ما بين رأس المال الصغير والمتوسط أنت تبحث عن عملة رقمية رأس مالها صغير عشان تقدر تعزز وتضمن أكثر عدد من الإكسات أو المضاعفات الممكنة وتبحث عن عملات رقمية رأس مالها ما هو متوسط بشكل جدا كبير عشان تقدر تقلص نسبة الخطورة قدر الإمكان على سبيل المثال لو أخذنا عملة أفلانش رأس مالها أوريجي 15 مليار دولار أمريكي وسعرها حاليا 42 دولار أمريكي علشان هذه العملة تروح 100 إكس ويصير سعرها تقريبا 4200 دولار أمريكي فلازم تضاعف رأس مالها تقريبا إلى تريليون ونص السؤال اللي تسأل نفسك هل هذا ممكن؟ إذا رأس مال العملات رقمية كاملة مجتمعة بما فيها البيتكوين تريليون ونص كيف تبع عملة زي أفلانش لحالها تسوي تريليون ونص صعب جدا فلذلك هذا النوع من المشاريع غير جيد في هذا المحوى غالب المشاريع اللي تحقق هذه الأرقام الكبيرة يكون مثلا رأس مالها ما بين 50 مليون إلى 100 مليون دولار أمريكي على سبيل المثال وليس الحصر اللي شرح فكرة رأس المال فقط عملة بلانت تلاقي رأس مالها ما بين 50 إلى 100 مليون دولار أمريكي طبعا أنا ما عفش هو هذا المشروع وإيش فكرة ولكن أنا قاعد أشرح لك هذه العملة اللي غرض شرح رأس المال هذا النوع من العملات اللي رأس مالها ما بين 50 إلى 100 دولار أمريكي هو مرشح أكثر من غيره بالمضاعفات الكبيرة اللي ممكن توصل إلى 100 إكس ثالث محور لازم تسوي لو فرضنا جذلا أنه إحنا اخترنا بلانت تعرف إيش هو المشروع وإيش استخداماته والسؤال الجوهبي اللي لازم تسأل نفسك هل فعلا هذا المشروع يحل مشكلة في المجتمع أو يقدم خدم المجتمع أم مجرد هوكس بوكس وما في أي فائدة منه الخطوة الثابعة الآن يصبح عندك قائمة مكونة من 5 إلى 10 عملات على الأقل الخطوة الخامسة تنوع ما بين الخمسة إلى 10 عملات هذه لا تعتقد أنك راح تلاقي عملة واحدة وراح تحط فيها الفلوس وراح هذه العملة تضاعف 100 إكس خطأ كل ما نوعت كل ما قلت خطورتك وهذا أصلا ما يضمن أن كل الفلوس اللي حطتها في العشرة العملات هذه كلها أصلا تروح لصفر ننتقل الآن إلى جزء الأخير وهو الأمثلة حاليا فيه توجه كبير على العملات المبنية على شبكة سولانا وشبكة أفلانش فحاول تضيف هذه الخطوات على خطواتك الخاصة وتبحث أيضا أو تركز في بحثك على العملات المبنية على شبكة سولانا وأفلانش بحكم أنه هي ترينت حاليا بشكل جدا كبير مرة ثانية هذا ما يضمن لك ولا شيء أمر آخر ممكن يعزز اختيارك لهذه العملات هو معفتك بالتحليل إذا أنت لديك القدرة على التحليل فأنت تقدر تعزز موقفك ودخولك في هذه المشاريع فتخيل أنك أنت دخلت في هذا المشروع في 27 نوفمبر يعني هذا المشروع من يوم دخولك إلى الآن هارت تقريبا 30% لكن لو كانت عندك القدرة على التحليل أو على الأقل تعرف أساسيات التحليل فتقدر تعزز موقفك من ناحية الدخول في هذه المشاريع فالتحليل يعتبر جدا مهم للمستثمر ولمتداول بالمناسبة إذا مهتمة راح تلاقي دوة التحليل للعملات الرقمية في الموقع صحيح ما عليها خصومات وما راح يكون في خصومات إلى أجل غير مسمة لكن إذا مهتم تقدر تشترك فيها عن طريق الموقع رابط الموقع مثبت في أول تعليق أسفل الفيديو الجزء الثاني من هذه السلسلة إذا ريك رغب أكتب لي في التعليقات وممكن نسوي جزء ثاني بحيث أني أختار مشاريع لعملات صفرية بعينها نسوي قائمة من مشاريع لعملات صفرية ونشاركها مع بعض وبكذا وصلنا نهاية حلقة اليوم لا تنساني أن أولديني بدعاك أكتب من الصلاة الحبيب عليه السلام في أمان الله